اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السري في وزيرة السياحة الحرص على تعزيز الشراكة مع شركة البحرين لاستثمار العقاري إدامة انطلاقا من مبدأ تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين السياحي والعقاري جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزيرة السياحة مع السيد كريستوفر كالفيرت الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لاستثمار العقاري إدامة وجرى خلال اجتماع مناقشة سير العمل في تطوير مشروع ساحل قلالي المقرر افتتاحه في الربع الثاني من العام الجاري وذلك بعد الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها هيئة البحرين السياحة والمعارض مع شركة إدامة لدارة وتشغيل المشروع كما استعرض الجانبان آخر مستجدات مشروع بلاج الجزائر باعتباره أحد المشاريع الكبرى التي ستسهم في تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين ودعم تعزيز القيمة المضافة للقطاع السياحي فيها ترجمة نانسي قنقر